هسألك مجموعة من الأسئلة مين أحسن حرس مرمى في العالم؟ منوح نوير طبعاً منوح نوير؟ مين هدى في العالم؟ ليفاندو فيسكي مين أحسن لاعب في العالم؟ ليفاندو فيسكي على حساب مين؟ رونالد وميسي وميسي أحسن لاعب في العالم وهدى في العالم وجون العالم طيب أحسن فريق في العالم مين؟ حالياً في التصنيف بيرن ميونيخ أحسن فريق يكاد يكون في تاريخ البيرن والفريق الحالي يا جماعة حقق الخمس القبول ياسعى للست الفريق الذي صحق المنافسون في كل المنافسين أستاذ العربي الذي صحق المنافسين في كل المواجهات في بطولة أوروبا صحيح ما فيش فرقة نجد اللي عمل الأداء جميل قوي خسر أربعة اللي اتلتكم هو بطل دائم بطل الكون للدوري الألماني له خمس لعبين في تشكيلة وده ايه يعني لولا الملامة خمس لعبين في تشكيلة منتخب العالم اللي الناس بتختاروا يعني بالتصويت وكده عايزين نعرف ان احنا جايين نلعب لكن هل معنى كده ان احنا يعني رميين الفوطة أبدا حاولنا وانا طلبت ملخصات للمباراة وربنا يسهل نبقى نحكي لكم اقول لي فيها مش هنحكي النهاردة عشان تكتشف ان فرقتنا لا في فترات من المباراة جارت ولعبت ولكن الفوارق البدنية لازم ننتبه لها من حس انتعارفين معدل السن احنا معدل السن بتاع فرقتنا الحمد لله نزل كتير لكنهم نزل كتير او اي القوام الاطوال الاوزان اه المهرار وكل ده يدوب في قالب جماعي والردم اللي بيحتك بيه عشان يأهله انه يحتفظ بهذا التنظيم وهذه القوة ايه بيلعب في الدوري الالماني بيلعب في بطولة اوروبا لو الاهلي سمح له كان انه يحتك هذا الاحتكاك في الدوري الاوروبي وخاد نفس يعني احنا تخلى اللي عمنا 10-15 مباراة دولية مع المدارس نظائر البيرن مؤكد كان اداءنا حيبقى اكثر ثقة بالتطور احنا بنلعب في محيطنا بنلعب في افريقيا بنلعب في محيطنا المحلي هذا افضل انتاج وافراز لهذا المحيط سواء الافريقي الاهلي وبلا منافس ثم تلعب احنا بنبص لها من منظور الكبرياء منظور ان احنا الاهلي اللي بيخش اي حتة لازم يبقى مرشح للبطولة ايوها بس يعني لازم المنطق ولا منطق لا يمكن ان ينتصر الله منطق الا بالصدفة على المنطق احنا لا نعوّل على ماتش ممكن يحصل خسر من من النادي درجة تانية او تاني انا انا ليه بحكي الحتة دي بطول فيها علشان احنا موضوع ان نستدرج نستدرج بوعي من الذي استدرجنا ولا وعي مننا لجلد الزيت مش مقبول يا استاذ اشتركوا في القناة